السينما أيضا في أكتوبر كانت يعني السينما طبعا ما كانتش 73 كانت بقى 74 75 76 كانت رسالة زيل في جايبي وفدور وعمر لحظة وغيره كثير وكانت بتوصق ما قبله ولحظة النصر بوسي يا كانت في الأغلب أفلام معمولة بسرعة لمواكبة الانتصار لكن لو نتكلم على العمق هنجد أنه ما خدتش حقها اللي اتعمل بعمقه هو ما قبله زي أغنية على الممر المسجد لكن اللي بعد 73 كان الحقيقة كان اللي وراها هدف بسرعة نلحق نتكلم عن الانتصار والعبور سأيزا أقولك أن أنا مثلا جيل اللي كان بتفرج على تلفزيونه وإحنا صغيرين لما كانوا دايما يزيعوا هذه الأفلام كانت مؤثرة جدا علينا كنا أطفال مش كلها مثلا أبناء الصمت فيلم مؤثر لا بس حتى الرصاصة لا تزالها في جايبي الأمر لحظة مش عارفة إي يا حبيب العمر لا تبكي يا حبيب في أفلام كتيرة أيوة فرحة النصر يا مدام لميسة فرحة النصر دي أفلام بتؤكد هذه الفرحة فكانت الاتنين بيهندمجوا ببعض كل إنسان يعني أنا فرحان بالنصر وبعدين شوف الرصاصة لا تزال في جايبي فإزاي إنه يفدوا بعض ويعملوا كذا ويضعوا والتضحيات دي عشان ننتصر كل دا كان بيكمل بعض هي كانت أفلام بتقنيات هذا العصر ذلك العصر أفلام كانت عايزة تشارك في الفرحة لكن إحنا لسه محتاجين أكيد نشوف أجزاء من أفلام أكتوبر اللي كانت في هذا التوقيت يمكن بعد كده بقى حصل الإيلات والممر وابتدى يبقى فيه أفلام أفضل شوية لكن هذه فيك حكايات الغريب برضو وحكايات الغريب طبعا بالسلام العام نصدر في الكهرباء